ايه هذه الاستراتيجية استراتيجية شينو خططك اللي عندها شينو خططك التشقيلية وين بتسويها عطني مدد زمنية لانجازها وحاسبة انا وزيرة حاسبة وانت 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 استراتيجية وهذا تطلع منها استراتيجية العامة للوزارة استراتيجية الوزارة لازم تلتقي بالرؤية العامة للدولة اللي هي رؤية سيدي صاحب السمو بانه نجعل الكويت مركز اقتصادي هذا هنا واتابعك خلال الفترة هذا اتابع شهرين ثلاثة نادية اقول لا انت بالنسبة الاستراتيجية تسويت هنا العمل يكون فيه فيه متابعة فيه تقييم فيه تفعيل مبدأ العقاب والثواب اعرفت شنون هذا اذا كنت انا مو في مجال التربية وانحطيت وزير يعني لكن اذا انحطيت انا في التربية لا فيه ميدان تربوي انزله اتغلقل فيه اعيش فيه اتواصل معاه وحنا كانت تذكرين اول سنة لما قلنا حق التشيك تشيك تصور زاهدين احيان تشوفين احد يروح مدارس ما فيه ما فيه اعيشة ربطتي كلمة الفساد احنا نقدر بالتنفيح ايه وتكلمت عن قضية وزارة التربية بالذات كونتش انت مستشارة تربوية في هالموضوع هذا نعم وذكرتي اهم نقطة اللي هي لان الفلاش ماماري تذكرين الام اثرنا قضية الانشطة اللي صارت عليها لجه ابيتش تكونين صريحة وشفافة معاي يا عايشة احنا كل ما صار نشاط صار ورا لجه وجبات غذائية صارت وراها لجه فلاش ماماري ورا لجه انت ابيتش تكونين معاي صادقة وشفاف وادري فيك انت عندك كم من المصداقية وذكرتها هذا في بداية وين دور جمعية المعلمين دور هالفاعل في هالقضايا هذه شوفي انا اعتقد انا اعتقد ان هناك خيط او سلك مقطوع او يكاد ينقطع او محتاج لتدعيم ما بين وزارة التربية وما بين جمعية المعلمين الكويتية هناك عناصر في جمعية المعلمين تسعى للأفضل وهناك ايضا عناصر في وزارة التربية تسعى للأفضل وايضا هناك عناصر تسعى لان لا يكون هناك علاقة بين الطرفين انا اعتقد ان العملية محتاجة لمبادرة من الطرفين محتاجة ان انا كجمعية معلمين ان يكون لي دور في عملية ان انا ادشي الوزارة اقدم مشاريع اقدم امور أنا بجمعية المعلمين متواصلة أكثر في الميدان فبالتالي يكوني لقاعات دورية بالميدان يكوني لقاعات دورية بأولياء الأمور أكون مفتوحة على الأعلام أكثر يكوني برامج تلفزيونية يكوني برامج إعلامية أكثر ليش الهدف أو ليش التوجه الحلو اللي عندي خشيته عندي بس ولا صار أي مشكلة ولا صار أي على قولتهم ما بيقول نزع كثير ما أقول في اختلاف وجهات النظر تلقين أن الجمعية المعلمين صارت في صوب ووزارة التربية صارت في صوب هذا مايفيدني أنا كتربوي وهذا اللي حاصل ملاحظة هالشيء نعم ملاحظة هالشيء لكن ما من صالح الميدانة ولا من صالح الدولة ولا من صالح عيالنا أن هذا يعمل في هذا الاتجاه وجمعية المعلمين تعمل إحنا من صالحنا لازم يكون في عناصر تحتويها الجمعية وعناصر تكون في وزارة التربية وتكون في نقطة التقاء يعني لما أي الوزير اليديد ولما ادتي الإدارة اليديدة في جمعية المعلمين نفتح قلوبنا على بعض نبادر في تقديم المشاريع نساهم في حل المشاكل لكن بس هذه المشكلة مشكلة جمعية المعلمين أنا قاعدة أطمش عليها وأنا وزارة التربية وهذه مشكلة وزارة التربية وأنا أطمش عليها جمعية المعلمين احنا ما نستفيد إذا مشكلة ومشكلة احنا نستفيد إذا مشاكلكم التقت بالحل لصالح الميدان أنا أعتقد أن نعم كلامك سليم هناك فجوة ما بين جمعية المعلمين ووزارة التربية محتاجة لتكاتف الجهود محتاجة أن احنا نقط كل شي ورانا ونطالع ونطالع لكويت جدامنا ونحط أن مصلحة الوزارة ومصلحة الجمعية ومصلحة العناصر هذه كلها تنصفي جمعية المعلمين منه أولياء وربهات ومعلمين ومعلمات وزارة التربية كلنا في قارب واحد دكتورة في أطمع فبالتالي ما بي أقعد واتفرج يقول هذا الخمال من الوزارة ولا أقعد أتفرج يقول هذا الخمال من جمعية المعلمين لا يجب أن تكون هناك لقطة عملية تكاملية تكون فيها مبادرة تكون هناك مشاريع يكون فيها نكتة وجهات يكون في الميدان نعم عايش نبي يعني في شكتر بقال لنا أسامة عندي خمس دقائق خمس دقائق أبو هذه أبي أختمها حق عيالنا حق طلبتنا في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة نشوف عيالنا أصبح عندهم من المفردات كطلبة غير مقبولة من حق كل إنسان يعبر عن راية من حق كل شخص يعبر عن راية لكن أنه يستخدم ألفات سواء يعني شفناها بالاعتصامات طلبة الثانوية عايشة أو باللافتات اللي حطوها نبي أربط شكثر إحنا وزارة التربية تنتج لنا سلوكيات من الطلبة بحيث أنها تقول هذول عياننا يرفعون الروس في المستقبل ونربطها هل هي مرتبطة في المواطنة الحقة ولا غير لا شلون لا أكيد أكيد يعني أي سلوك أي سلوك أنا بس لك لازم يكون نابع من ذاتي أول شي يعني إحنا الحمد لله رب العالمين تربينا في بيت مسلم عاداتنا تقاليدنا قيمنا أبهاتنا أمهاتنا كلهم علمونا على السنة علمونا على الذرابة لا تتحكى والمرأة الكبيرة تتحكى لا دا شل ريال العودة تقول لو تتحكى عرف تشلون يقول لك يعني في التربية الحديثة هذا كلام كلامكم قبل أنتو ناس عتج وانتو اللي خر أنتو برمجتو الناس هذي قالت صويتوها لكن الحين لازم يدخلون ولازم يتكلمون ولازم ما عرف إيش حتى يقدرون يواكبون الأصل حلو من ومنعهم من الكلام مو مشكلتنا الكلام مشكلتنا ماذا يقال شنو اللي راح ينقال فبالتالي هنا أنا أعتقد أن القدوة القدوة من الأب القدوة من الأم القدوة في التعامل مع الأبناء القدوة في تعامل ربة البيت مع الشقالة مع التعامل مع الجيران يعني هذه الأمور لازم نبتدي فيها لازم يكون فيه متابعة لازم يكون فيه بابا عبر على الرأيك تكلم لا تقلط على الآخرين مو زين وبعدين ليش إحنا نبتعد ليش إحنا ديننا وسنة نبينا طبعا نعبر ولا تجرح لا تجرح لا تستخدم الكلام لا تستخدم الكلام وبعدين الحين أنا اللي أشوف البعض من الأسر لما يشجعون إيه عفية عليك زين سويت فيه كلمت عن زين انت ضامن باشر ما راح يقلط عليك ويطول لسانه عليك وما يحترمك انت جدام الناس باشر وانت قاعد بالدوانية ويا ربعك يقول يلا روح زين هذا اللي انت شجعته يعني أول من ياكل منها اللي هو الشخص نفسه أو الأب فبالتالي لا تشجع الأب أو الأم كلهم الأب أو الأم فأنتي لما تشوفين ولديك حتى في بداية لما تتكلم زين هذا حتى ترى بعض المدرسين حمان عمم الله عليك الله عليك الإدارة المدرسية المعلمين المعلمة لما تتلفظ على طالباتها المعلمة لما تتكلم لا لا ترى التعامل مع الناس وحسن التعامل مع الآخرين وفن التحاور هذه يعني لا إله لله قدوتنا صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يعلمنا شون تخاطب وشون فبالتالي لا يوني قلوا لنا أنت ومنقابل لا إحنا منقبل إحنا أكثر اتصالة للحمد الله وقربا من تعاليم ديننا الحنيف وسنتنا الطاهرة فبالتالي لا لازم يكون هناك متابعة لازم يكون هناك تشجيع للسلوك الحسن وبعد عن السلوك السيء لا تفرحين إذا شفتي ولديك والله قامي لاسن ولا سأصار هذا ولا إيه عفي عليك أنت روح هذا وأنت مظهر يعني أول ما يبتدي لما يشوفونا يعني لا ملسان الطويل وإني أجرح الآخرين هذا دليل الشجاعة ودليل الحرية لا هذا دليل سوء التربية راح يقولون هذا من المربي من وين طالع لكن لما يقول ما شاء الله لا إله إلا الله قام وتكلم وحبر حتى ما قلط وبدأ بالتحية والسلام وأنهى بالتحية والسلام نختلف في وجهات النظر لكن لا يسوقنا هذا الاختلاف إلى خلاف نعم عندك دقيقة وهذه كامرتك وكونك مستشارة تربوية يعني كل مرة نقول ما شاء الله يعني مستشارة تربوية قضت من سنوات عمرها الكثير وعطت الكثير حوالي ثلاثة ثلاثة سنة طابت 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 الحب لله ثلاثة ثلاثة والعمر كله إن شاء الله عطاء عيشة في هذا المجال اللي خلاها مثل ما أنت وتسمعونها إشلون تتكلم بحرقة وبألم وأحياناً بتفاؤل كلمة أخيرة وهذه كامرتك عيشة تحب إن شاء الله إذا سمحتيلي فيه أنا كلماتي رح تكون الرسائل بسيطة الرسالة الأولى اللي أنا أنا أبعثها حق وزارة التربية كون هذا يعني مجالي في مجال التربية والتعليم وأقول إحنا نقدر الجهود الطيبة نقدر الإخلاص نقدر العمل لكن للأمانة هناك الكثير من التضمر فيه بين بين الإدارات وفين الميدان التربوي يا مسؤوليين يا قياديين نزلوا للميدان نزلوا للميدان نزلوا للميدان وخذوا من رأي الميدان الميدان يعني معلم يعني ولي أمر يعني رئيس قسم يعني مدير مدرسة هذا شيء مهم جدا لا تتسرعوا في عملية تعميم المشاريع بل بالعكس سيكون هناك تريف وانتظار كلام الأخير للشعب الكويتي الله الله بالكويت الله بالكويت الحمد لله رب العالمين الله حبانا بديرة طيبة الله حبانا بشيوخ طيبين الله حبانا بناس طيبين الله حبانا بخير الله حبانا بمحبة الناس لا نخلي الناس تطالعنا لا نخلي الناس تضحك علينا لا نخلي الناس تحسدنا خليهم يعني ما يلقون الفتشة ولا يلقون التقرة في خلافاتنا عشان يدخلوا منها تنبهوا الكويت مستهدفة فعلا مستهدفة في جميع المجالات عرفت شنون لكن لا إله إلا الله بذكر الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله بجهود الناس الطيبين مثل سمو شرواش استارك الفاضل وهالناس الطيبين أنا أقول إن شاء الله الكويت بخير نرفع يدنا للسماء ونقول يا ربي تحفظ ديرتنا وتحفظ أهلها وتحفظ شيخنا من كل شر ومن كل فتنة ما ظهر منها وما بطن يعطيك العافية وما قصرت عايشة هالكلام الطيب الحلو اللي كله حماس وحب وصدق وعطاء في الختام يا أهل الديرة نشوفكم باتشر في حلقة غير وقلكم مع السلامة الله يحفظكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة